إلى موضوع آخر حيث تعيش عائلة ميكيو بقسنطين على وقع صدمة نظرا لاختفاء ابن العائلة ميكيو عبد الرزاق المعروف بمخلوف والذي ظهرت صوره ضمن قائمة الحراج المفقودين حيث أكد أفراد العائلة أنهم يعيشون في وضعية صعبة خاصة الوالدين نتيجة الغموض الذي يحيط بحكاية الحراج الجزائريين المفقودين منذ ثلاثاء المنصر كما تنقل أصدقاء مخلوف لتركيا للبحث عن جثته في المستشفيات لكن دون جدوى نظرا لصعوبات والعراقيل المسلطة من طرف سلطات تركيا التغطية لعبد الجليل حنديس وهيشان طالبي كونسيلة أخوية تعاوننا تتاصل أخوية يدبروا ريسانم نحن هذا مواطن جزائري روخونا اليوم في أخونا اليوم فيها غدوة في هذا غدوة في هذا طلبهم للكونسيلة تعاوننا وبرك الله فيهم أخي المسلمين يحسوا ببعضانا يقولون أخوية أسكوا ميت ميت حس الله قضاء الله هذي مشروع نجاهلو ولا يعاونونا أخوية نجيبو تصوارد يعاونونا في الكوارت برك أشوف أنا رح تركوا جيدة الصباح برك اليوم الصباح أكماعيو الناس هدو رأي أدركوا مفهمك اسمه شغرام ديس باري رحنا للمورقة رحنا لسبيطارات رحنا للكوسمو البلاصة اللي راحوا منها مكان أوكنيدي فهمت زي ماش مكان شليم التخبر ومعاونا أنا وجدين في كل شغلك رجال برجال ورجال بالله أخوية يقولون أبرك الكونسيلة يطيحون الموفيد النيسي سير الصحة أخوية نعاونو بتدموا اللي بالحمة أخوية نكلفوا نعاونو أخوية مصاريك ورجبلوح الزيادية بفارتو أخوية كي ما قلكي بلغونا السيد لا توفا نطلبوا من السلوطات المعنية الكونسيل تعليل اللي يراه في تركيا تعليل مكلف بالجازائر نطلبوا منك يا سيد الكونسيل الوجهه ربي يدير وشغل واحد من ولادك هذا راو ولدك ودأ أخونا مخلوف ما شجارنا وتربى معنا وإحنا خوتوا لكن نشوف الوجهه ربي والوجهه ممو وممو يتحرقت الكبدات حواد أخوها ديرنا قائمة إسلمية